من الأهل قلتني قبل أن ندخل على الهواء أنه مارسل كولر بيجائز فريق تاني الأهل فريق جديد فريق جديد أصلا مارسل كولر عايز في الفترة أكبر توقف دولي هيمر بيه نادي الأهل الموسم الحالي هو التوقف الدولي الخاص ببطولة أمم أفريقيا هناك التوجه داخل اتحاد الكرة والربطة وده كان طلب أنا قلته لك يا كريم في بداية قبل ما الموسم بتريه خالص ترك من ضمن الطلبات اللي تمسك بيها مارسل كولر وفي عادته مع لجنة الكرة في التوقيت ده لجنة التخطيط في النادي الأهلي أنه أنا عايز أجندة واضحة ادوني أجندة واضحة فيما يتعلق بالمباريات فهم أبلغوا أن هناك توجها سواء اشترك النادي أهلي في الرابطة أم عوقب بعدم اشتركوا اللي اتظاروا عن البطولة الماضية أو لعب بطولة كاس مصر الجديدة بدون الدولين على الأقل في الأدوار الأولى في فترة التوقف فيما يتعلق ببطولة قوم أفريقيا يعني بديتكلم على شهر يناير تحديدا بلس أو ماينس يعني بكلم على ربعين يوم مثلا فالراجل ابتدى يجهز عناصر كاملة مع العناصر التي لن تستدعى دوليا يعني في عناصر هيتم استدعائها خلاص مستقر الأمر عليها بنحفظ الجميع لو ما فيش إصابات بتتكلم على محمد هاني بنتكلم على محمد عبد منعب محمد الشناوي علي معلول مروان عطية وارد جدا إمامي يكون موجود اليو ديانج بيرسيتاو فحيسين الشحات وارد يكون موجود كهربا وارد يكون موجود فتبتتكلم على العناصر اللي هم بعاد أو راجعين من إصابات أو صعب يبقوا موجودين دي عناصر طبعا هي لها الأولوية لكن الراجل بيجهز بقى فريق بعيد عن دول خالص يعني تلاقي إن عمر السلية وارد ما يكونش موجود في قائمة المنتخب أكرم توفيق وارد ما يكونش موجود في قائمة المنتخب رامي ربيع أو ياسر براهيم يعني لقل واحد منهم مش يكون موجود في قائمة المنتخب خرد عبد الفتاح وارد ما يكونش في قائمة المنتخب مصطفى شبير أكيد مش يكون موجود في قائمة المنتخب حتى الآن على الأقل أحمد عبدالقادر طاهر محمد طاهر محمد مجدي أفشا فعنده قوام من الأدام لكن بتتكلم على بالكتير هيكمل فريق 11 لعيب فهو بيعمل 11 لعيب تانيين تلتين غالبا هيبع عنده 11 لعيب يش موجودين وال11 لعيب اللي هم من اللعيبة القامل اللي معادي الوقت اللي بيلعبه هو عايز 11 تانيين عايز يدخل مباراة بعشرين لعيب فعمل لو نحضر الجراف طلع معايا مجموعة من اللاعبين في مجموعة طلعت وسبتة معايا لكن ما بتاخدش فرص وده أي لعب في مجموعة موجودة دلوقتي هتظهر معانا دلوقتي في حراسة المربا طبعا هو هيبتري يدي المصطفى شبير خلال الفترة اللي جاية خط الدفاع عبدالرحمن رجدان محمد أحمد شرقية معتز محمد كل اللي أبتكلم عليهم دول في الأساس سنتر باكس لكن عبدالرحمن وشرقية الاتنين بيلعبوا في الرايد باك كريمي دي بيس طبعا هياخد فرصة خلال الفترة اللي جاية لأنه في الغالب مش يكون موجود مع منتخبنا في بطولة أمم أفريقيا عبدالله زيدان ميدو نبيل أحمد أشرف أحمد كباكا زعلوك وكريستو الحداشر لعيب دول يا كريم الراجل بيتلعهم ادى التسعة منهم في الترايماتش الراجل اتبع نظام جديد مع جهازه الفني وجهازه المساعد بعد إضافة عنصر جديد كمساعد لي دول المجموعة بقية المجموعة اللي موجودة مصطفى مخلوف إسلام عبدالله سنتر باك برعب جهد وسط ملعب حمد حمد ميسي وسط ملعب أحمد عبدين سنتر باك موريد الالفين وستة وبقية العناصر اللي تكلمنا عليها اللي هي في الغالب هتبقى الدنيا بعيدة أو أنه ما يخشوا منتخب مصر عمر السلية متولي رامي ربيعة خالد عبدالفتاح طار محمد طاهر أحمد عبدالقادر أفشا مدلس طلاح محسن عشان فجأة تلاقي النادي الأهلي حتى لو تشال منه الفريق الأساسي بالكامل الـ 11 لعيب الراجل عنده 22, 23, 25 لعيب تلعب بقى الكاس ما تلعبش الكاس تلعب الرابطة ما تلعبش الرابطة الراجل عنده مجموعة جهزة والراجل طالب جهازه المساعد أنه يدي له تقارير فيما يخصها هؤلاء اللاعبين خلال الفترة القادمة فيما يتعلق باشتراكهم حتى في المراحل السنية تلعب مجموعة 2003 أو حتى 2005 وال2006 النقطة الثانية أنه اتبع نظام جديد في تدريبات النادي الأهلي اليوم التالي للمباراة كان في بعض المدربين عندهم مدرسة أنهم يلعبوا مباراة والدية وبيلعب مباراة والدية لكن مباراة والدية ما بين مين ما بين اللعيبة اللي مشتركتش خالص وما بين اللعيبة اللي خدت عدد قليل من الدقايق مع الناشئين وبيل يعمل ده في اليوم التالي لكل مباراة فوق عنده حاكتين رقموح بيعمل الترايماتش عشان يجهز اللعيبة دي رقم اتنين تقارير بتتقدم له كل أسبوع كل جول وده مرهق جدا بالمناسبة فيما يتعلق مباراة الفئة السنية